اليوم اليوم في الاختبار حنختبر قدراتكم على التفكير السريع والتأقلم مع ظروف عمل غير متوقعة لا.. لا.. ما طمنتني الفكرة أبداً قدام أي مشكلة تصير في المطبخ الشيف ما يقدر يوقف ويكتف يده المطلوب منكم في الاختبار تختاروا عشر مكونات من مخزن توب شيف لإعدادة بعضكم معاكم دقيقة ونصف عشان تجيبوا الأغراض من المخزن ووقتكم يبدأ تحان دخلنا داخل المخزن واللي ضايع واللي يدور أربعة.. عندي فكرة نوعاً ما شو موجود بالمخزن فقلت رح نائم مكونات بارتيح وشتغل فيها كثير وبعرفها بتلبق مع بعضاً هذه ثلاثة خمسة أرقام 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 في المخزن بس في ناس بتعد كان أخذ وكان حسن السياسة مكونات ما نأخذش أكثر ولا أقل باقي دقيقة بص الله يا انا نعم تسعة قلت لازم أخذ عشر مكونات قدر أطلع منهم طبق تنطر بس عطونة يكون متجانس بتنجين نعم عشرة عشرة تسعة تسعة أميليا يلا مهدي هار هار يلا يا نجلة ما عد عرفت أنه أنا مش كع تساوي خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد خلطوا الوقت فيش ناكس نسيت مكون شيف نجلة مكوناتك طلعوا نقصين لا تتركي معنا في هذا الاختبار نتفضل على المخزن شيف نجلة كأنها مسجونة في حبس انفرادي داخل المخزن شيف ستطلب منكم تتخلوا عن خمسة مكونات من اللي اخترتوهم شيف خمسة اللي مستخدمهم خمسة ما تبغاهم نتخلى عن خمس مكونات نزل ليش ووف هتكون صعبة أوس حالي محتارة كتير شو بدي يشير شو بدي يخليل لأنه خمسة اللي خليتهم خمسة اللي شلتهم كتير مهمية بالنسبة قديدة نخليت السماك اللي هو البروتين البصحن نخليت البطاطر اللي هو النشويات البصحن خليت الأساس على طبق تاعي هذه اللحظة كنت مرتاح بالخمسة اللي قلتنا خلوهم باش تشتغلوا بيهم شيف س بعد المفاجرة اللي حضرنا لكم هتحسوا انكم جاهزين للاختبار؟ نعم ممتاز سرسوني تبدو في تحضير طباقكم ولكن باستخدام المكونات اللي تخليتوا عنها او مي جاد كلنا بنطلف بعض وبنضحك فيه شيف عندها مكونات ما يتعامل فيها صحي ماذا قلت بيهم؟ أنا عندي بصلاة واحدة وتوابط كوركوم والبابريكا وزعفاران أجر أجر المكونات اللي هو ما مكيتش مئوش ماذا قلت بيهم؟ ماذا قلت بيهم؟ ماذا قلت بيهم؟ ماذا قلت بيهم؟ أبو كحر أنا ما زبدي هاي الشي الصججة قاعد يصير مستحيل وطبع تخضيت لأن خمس مكونات الناشل طوم ما قلتش حاجات أساسية